السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي رياضيات للصف الأول متوسط الجزء الثاني أو الكورس الثاني عدي صفحة تسعة رح نحلها لتدرب وحل التمرينات أو إن شاء الله يعني إحنا بالفيديو السابق أخذنا تأكد من فهمك صفحة ثمانية اليوم إن شاء الله رح ناخد صفحة تسعة تدرب وحل التمرينات يقول أي المظلعات التالية هي محدبة وأيها مقعرة هنا السبع عشر هنا أقول علي محدبة ليش قلت علي محدبة لأن القطر يقع داخل المظلع يعني النقاط ملاتة كلها داخل المظلع إذا خارجها نقول مقعر لأنني شرحت بالفيديو السابق اللي نقاطة يقع داخل المظلع محدب واللي خارجها مقعر إذن هذه محدبة الوثمنتعش هذه مقعرة ليش مقعرة لأن النقاطة يقع خارج المظلع هي خارج وداخل لأنني بما أنه لو خارج لو داخل فهذا نقول مقعرة التسعة عشر هنا محدبة كل أقطاره يقع داخل المظلع العشرين هذه محدبة كل أقطاره يقع داخل المظلع جد قياس كل زاوية خارجية للمظلعات الآتية الواحد وعشرين هذه لازم الواحد وعشرين والاثنين وعشرين لازم أحلها بالورقة أول مرة الواحد وعشرين إحنا عدنا الزاوية الخارجية قياسها 360 درجة يعني أقول 360 على أن القانون لكن نحسبه نش كم لنقطة واحد اثنيين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمونة تسعة إذن هذا ش أقول علي؟ تساعي منتظم ش أقول علي؟ تساعي منتظم يعني هسة الواحد وعشرين يقول جد قياس كل زاوية خارجية هذا أقول علي تساعي منتظم يعني الآن يساوينا تسعة حسبة العدد النقاط مالاتة تسعة نطبق على القانون 360 على يمن على أن يساوينا 360 على تسعة على تسعة بها وحدة خلينا نختصر على تسعة بها وحدة 36 كم تسعة بها أربعة ليانا أربعة في تسعة 36 والصفر ينزل إذن أن يساوينا شنو أن يساوينا؟ قل ويساوينا أربعين درجة يساوينا جد أربعين درجة بما أن عدد النقاط مالاتة تسعة قسمت على تسعة 360 على تسعة يطلعنا أربعين درجة هذا الواحد وعشرين الاثنين وعشرين الاثنين وعشرين كل زوايا خارجية أيضا الزوايا الخارجية نفس الشيء أقول 360 خلينا نحسبه نجد أربعة بما أنه مربع إذن نقسم على أربعة أقول 360 يعني أن يساوينا أربعة أقول 360 على أربعة نقول شوفوا هنا 360 على أن ويساوينا 360 على أربعة هاي بيها بيها وحدة وستة وثلاثين كم أربعة بيها تسعة لأن تسعة في أربعة ستة وثلاثين ويساوينا تسعين درجة هذا التسعين درجة الاثنين وعشرين زياد هسا عدي تدرب وحل مساء الحياتية هذي في سيفساء الـ 23 تمثل صورة اللي في سيفساء سقوف أحد القصور الأثرية اذكر بعض المظلعات الموجودة فيها وحدد أم إذا إذا ما كانت مقعرة أم محدبة طبعا هو هذا بما أن الشكل هذا يعني المظلع هو رباعي منتظم إذن محدب يعني مظلع محدب كل زوايا يقع داخل المظلع فاكتب عليه هنا مظلع محدب شكل رباعي منتظم يعني محدب انظروا الأشكال الهندسية الـ 24 خلايا النحل تمثل مظلعا سداسيا منتظم ما قياس الزاوية الخارجية لها ما قياس الزاوية الخارجية لها زي هسا هاي لازم نحل بالورقة هذا الـ 24 نحل بالورقة أقول مجموع زوايا أقول مجموع زوايا الخارجية اشقاد مجموع الزوايا الخارجية 360 على N ويساوي بما انه قايل سداسي يعني اقول 360 على 6 هاي بها وحدة وهاي بها 6 والصفر ينزل ويساوي 60 درجة هذي الـ 24 ما الخلايا النحل مين جبت الـ 6 لان هو قايل المظلع السداسي منتظم زي هسا الـ 25 خنغير الورقة هسا أخذنا الـ 24 هسا ناخذ الـ 25 الـ 25 شيريد الـ 25 يقول لك ما الضلع الكيمياء ما الضلع المكون لجزيئة الهايدروجين مع الأكسجين في الصورة معيني في الصورة المجاورة وما مجموع قياس الزاوية الداخلية الـ 25 شون حلها أقول له هذا الشكل هايذي بالصورة يعني هاي الهايدروجين والأكسجين هذا مظلع رباعي أقول عليه مظلع رباعي مجموع زوايا الداخلية مجموع زوايا الداخلية يعني أقول N-2 في 180 في أو يعني قاوس كيفكم N-2 في 180 يعني أقول N-2 N-2 في 180 هاي تسوي أحسن زين الآن إجقيت مطيني N-4 ليش أربعة لأن هوا مظلع رباعي يعني أقول 4-2 في 180 4-2 في 180 4-2 2 في 180 الصفر ينزل 8 في 2 16 و 1 في 2 2 1 2 1 1 1 3 إذن 360 درجة هاذ اش طلع عنه طلع عنه 360 درجة هذا 25 زين هاي 25 نشوف 26 26 يقول لي مسألة مفتوحة فكر أعطي مثال المظلعين ثلاثي خماسي يمثلان أشياء في الحياة وجد قياس الزاوية الزواية الداخلية والخارجية لهما يلا عيني أول مرة ناخذ الثلاثي يلا يوم هذه 26 أول مرة ناخذ الثلاثي أقول الثلاثي أول مرة الثلاثي أقول مجموع الزواية الداخلية مجموع الزواية الداخلية نقول 180 على 3 ليش لأن الثلاثي هاي بيها وحدة عيني وال18 كم ثلاثة بيها 6 والصفر ينزل ويساوي 60 درجة هذا شنوه هذا مجموع الزواية الداخلية أريد أطلع مجموع الزواية الخارجية مجموع الزواية الخارجية مجموع الزواية الخارجية الخماسي 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 يلا 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 هسا ناخذ الخماسي 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 شنوه الخماسي هده طلع مجموع الزواية الداخلية نقول N ناقص 2 في 180 زين هذا خاف ما يبين N ناقص 2 يعني 5 5 ناقص 2 في 180 زين 5 ناقص 2 3 في 180 يساوي صفر 8 في 3 24 1 في 3 3 4 5 540 درجة هذا شنوه 540 درجة مجموع هذا الداخلية هسا هسا راح ناخذ شنوه مجموع الزواية الخارجية مجموع الزواية الخارجية شنوه مجموع الزواية الخارجية مجموع الزواية الخارجية 360 على N ويساوي 360 على 5 لأن هو خماسي فنختصر هاي بها وحدة 36 كم خمسة 36 كم خمسة بها 7 لأن 7 في 35 يبقى 10 كم 2 ويساوي 72 درجة طلعت 72 درجة هذي خلصت الشنو اللي 26 27 يقول لك مظلع المنتظم الذي زاويته المركزية 90 نكتب مظلع منتظم رباعي مظلع منتظم رباعي بقتلي فقرة اكتب وانا هم حالتها بالله هذه حالتها بالكتاب شوفوا شوفوا يقول لك اكتب شرحا عن العلاقة بين عدد الاضلاع مظلع منتظم وقياس كل زاوية داخلية فيه اقول مجموع قياس الزاوية الداخلية الناقص 2 في 180 نقول الناقص 2 في 180 وهذا مجموع الزاوية الداخلية بس نقول الناقص 2 في 180 هاي عيني صفحة 9 وبالتوفيق يا رب اشتركوا في القناة